الأرض الصحراوية التي تمتاز بها الكويت لم تقف عائقاً أمام حلم المزارعين بتحويل الأرض القاحلة إلى أرض خضراء وبالتالي نتجت عن جهودهم منتجات كويتية مئة بالمئة هذه الأرض كانت أرض صحراء ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود المزارعين وبالتوجيهات من صاحب السموء الله يحفظه والحكومة فبدت الأخوة الكويتيين المزارعين في هذا الشي حتى ما حولوا هذه الأرض من أرض صحراء إلى أرض خصبة فالحمد لله الآن نحن نموّل السوق الكويتي في أشياء واجد مثل الخيار والطماط والبيدجان والكوسة والبامية وهكذا كثير من نوعان استغنينا عن الأسواق اللي برا نحن هم نصدر إلى الخارجة أوقات تأخذ من العراق المزارعات الكويتية في السنوات الأخيرة فرضت نفسها في الأسواق الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة وإمكانية الكويت على التوسع زراعيا سؤال توجهنا به إلى عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري الذي طالب بضرورة الرقابة على العبث الحاصل في التخصيص الزراعي قادرة بكل تأكيد وهناك إنتاج رائع وأراضيها طيبة في هذا الجانب خاصة إذا علمنا هناك أكثر من 740 كيلومتر كلها مزارع في الكويت وجواخير يفترض أن يكون هناك محصول جيد في هذا الجانب ما الذي قاصر علينا؟ أراضي وعطيناهم ودعم تم توفيره لا يقل عن 45 مليون دينار كويتي سنويا وتسهيلات تم تسهيل لهم يفترض الآن يكون هناك رقابة حقيقية من هيئة العامة للزراع التي مجرد أصبح دورها التخصيص الجواخير هناك بعض المزارعين جديين والجادين في عملية الإنتاج ولكن أغلبها الآن أصلحا تطور الأمر الآن أصبح تقسيم المزارع إلى 12 ألف وعشر تالاف وبيعها على مرمى ومسمع لها العامة للزراع والحكومة فأصبح البعض القلة يؤثر ويشكل خطر على الناس الجادين في عملية الإنتاج الزراعي إذن كل المؤشرات تشير إلى قدرة الكويت على الإنتاج زراعيا وجعل البلاد تكتفي ذاتيا كما يحصل في البلدان المجاورة